السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مسار علوم الحاسب والهندسة في مقرر هندسة البرمجيات في درس إضافة المزيد من العناصر للتطبيقات الجزء الرابع في الدرس السابق تحدثنا عن إنشاء قائمة Creating a List وإنشاء الشاشة الثالثة للتطبيق Creating the third screen of the app في إنشاء القائمة Creating a List القوائم إتفقنا هي نوع من هيكل بيانات إذن القوائم هي نوع من هيكل البيانات التي تستخدم لإنشاء مجموعات مختلفة من القيم أو العناصر وإدارتها ستضيف قائمة مع كل صورة تضيفها إلى التطبيق على سبيل المثال عند الضغط على صورة مدينة الرياض ستظهر قائمة باثنين من أبرز معالم هذه المدينة عن نحو التالي المسمك وبوليفارد مدينة الرياض نلاحظ لدينا هنا في التطبيق أنت قمت في مرحلة التحليل بتحديد أنه سيتم عرض معلمين فقط هنا ستحتاج إلى الستبيكر أو إلى القوائم لماذا؟ حتى تقيد المستخدم في عملية الإختيار الهدف من القوائم هي تقييد المستخدم في عملية الإختيار هذا الجزء الأول الجزء الثاني إراحة المستخدم من الكتابة أيضاً تخدم في هذه النقطة القوائم لدينا فتطبيقنا هنا يحتاج إلى إضافة معلمين لكل مدينة لدي مدينتين وكل مدينة سأضيف لها معلمين في مدينة الرياض سأضيف المسمك وبوليفارد رياض سيتي فهنا أحتاج إلى إنشاء قائمة باثنين من هذه المعالم نلاحظ بمجرد اختيار المعلم يفتح لي قائمة المعلم ويعطيني ما هي صورة المعلم ومعلومات عنه وهاكذا بحيث ينقلني إلى شاشة أخرى سيتم استخدام المكون قائمة الخيارات لتحديد معلم كل مدينة وسيتم تمثيل كل مدينة بواسط القائمة ولهذا سيكون هناك قائمة لمدينة الرياض وقائمة لمدينة جدة كما اتفقنا أنا لدي لست بكر خاص بالرياض وليست بكر كمكون خاص بمدينة جدة لإضافة المكون لست بكر قائمة الخيارات للرياض من مجموعة اليوزر انترفيس نضيف لابل في البداية نضيف لابل وباسم الرياض مباشرة تلاحظ قال لك إضافة لابل باسم الرياض مباشرة تعرف الآن انت الخطوات بناء على الجزء العمل الذي أخذنا سابقا تعرف كيف تقوم بإعادة التسمية إذن نضيف لابل التسمية باسم الرياض ونضيف مكون لست بكر قائمة الخيارات إلى سكرين 2 نلاحظ لدينا هنا الرياض موجودة لدينا هنا واللست بكر أسميناه رياض لست كيف طريقة إضافة المكون مجرد سحب وإفلات كيف إعادة التسمية عن طريق خاصية الرينيم مباشرة هذه أصبح تعرفها عزيزي الطالب من الأجزاء العملية السابقة إذن نضيف المكون لست بكر إلى الشاشة ونعيد تسمية إلى الرياض لست في مكون رياض لست نضبط خاصية نلاحظ اللون الأصفر هنا نضبط خاصية الهيط الارتفاء إلى في البلنت تعبئة المساحة وخاصية الويد أيضا إلى تعبئة المساحة نلاحظ الهيط والويد نضع فيها تعبئة المساحة ثم نقوم بتحميل صورة الرياض من خاصية إيميج صورة نلاحظ لدينا تحميلها من خاصية إيميج صورة هنا لدينا إيميج نقوم بتحميل صورة الرياض ونمسح النص الموجود سابقا داخل تيكست هنا تيكست هنا في نص تقوم بمسحة الديفولت تيكست أو النص الافتراضي تقوم بمسحة تكرر الخطوات لإضافة لابل التسمية باسم جدة وليست بكر قائمة الخيارات الخاصة بها إذن نفس الخيارات هذه أو نفس الخطوات التي قمت بها هنا كانت خاصة بمدينة الرياض إضافة لابل وأسميتها الرياض إضافة لست بكر وأسميته الرياض لست هنا مرة أخرى ستقوم بإضافة لابل وتسميته جدة إضافة لست بكر وتسميته جدة لست بنفس الطريقة وبنفس تعديلات الخصائص الموجودة عند تشغيل التطبيق النهاية على هاتفك المحمول سيعمل مكون لست بكر قائمة الخيارات بالطريقة التالية عند تحديد صورة لكل قائمة تغير محتويات الشاشة لإظهار قائمة بالخيارات فعلى سبيل مثال عند الضغط على مكون لست بكر قائمة الخيارات الخاصة بالرياض سينفذ التطبيق الإجراء التالي لاحظ دينا هنا قائمة اللست بكر ليست بالنظام السابق الموجودة اللي هو سهم وتفتح أفوا سهم وتفتح القائمة من هنا بالمثلث هذا ويفتح لك هذه القائمة بهذا الشكل وتختار منها لا هنا هذه العملية تكون صالحة لمواقع الوب صالح لمواقع الوب نظرا لأن الشاشة كبيرة ولكن في الهاتف المحمول مجرد النقر عليها لتحويلك لقائمة ينقلك إلى صفحة جديدة ينقلك إلى صفحة جديدة لأنها لا تحتمل صفحة الهاتف المحمول المزيد فهنا بمجرد النقر على اللست بكر نلاحظ شكله هنا عبارة عن نص اسمه رياض وصورة خاصة بالرياض هذا هو اللست بكر قمنا بإنشاء السابق ننقر عليه يحولني مباشرة على قائمة بالمعالم الخاصة بمدينة الرياض لدي المصمك وبوليفارد الرياض سيتي إنشاء الشاشة الثالثة للتطبيق بعد أن قمنا بإنشاء القوائم وسيختار العميل أو المستخدم أحد هذه القوائم إما المصمك أو بوليفارد الرياض سيتي فهنا سينقله إلى الشاشة الثالثة في التطبيق الشاشة الثالثة في التطبيق ستعرض الشاشة الثالثة والأخيرة لاحظ أنها هي الأخيرة في تطبيقك معلومات حول المعلم المحدد من الشاشة السابقة بعد أن اختار العميل اختار المصمك أو اختار بوليفارد الرياض سيتي هنا ستعرض عنوان المعلم في الشاشة الثالثة وصورة رمزية له ووصفاً نصياً وزراً للخريطة يتيح عرض خريطة التفاعلية تظهر موقع المعلم في المدينة المحددة وسيكون لكل معلم شاشته المخصصة إذن لدينا كل معلم له شاشة عندما نقول الشاشة الأخيرة عندما نقول الشاشة الأخيرة نقصد فيها نقصد في هذه الشاشة أنها سيتم تكرار ما سيتم عمله في هذه الشاشة لجميع المعالم إذن لدي مدينتين وعدد المعالم في كل مدينة اثنين فهنا أحتاج الشاشة الثالثة تكون أربع شاشات إذن سيكون شاشة المصمك شاشة البوليفارد وهذه معالم الرياض وأيضاً سيحتاج إلى شاشتين لمدينة جدة ما سنقوم بتطبيقه هو على شاشة واحدة وتقوم بتنفيذ نفس الخطوات الهدف منها معرفة كيفية إضافة العنوان والصورة والنص وزر الخريطة كما تعلمت سابقاً أضف شاشة جديدة وأعد تسميتها إلى المصمك عرفت كيف تضيف شاشة جديدة هاد سكين وإعادة تسميتها إلى المصمك ثم أضف علم الملك عربية السعودية أيضاً من اليوزر انترفيس نستطيع أن نأخذ الامج ونضع صورة العلم لدينا كخلفية وعنواناً للشاشة أيضاً عن طريق الليبل نستطيع أن نأخذ من اليوزر انترفيس كل هذه الخطوات قمت بتطبيقها سابقاً في الجزء العملي يمكنك الرجوع لها في الجزء العملي إذن عنواناً خاصاً كخلفية وعنواناً للشاشة كما هو في الصورة أدنى ماذا ستضيف؟ لدينا شاشة جديدة نسميها المصمك ولدينا علم الملكة العربية السعودية وعنوان للشاشة ستحتاج إلى إزالة تسمية الشاشة الأصرية واستبدالها بالتسمية Discover Saudi Arabia اكتشف المملكة العربية السعودية إذن بلاحظة لدينا هنا في النص Discover Saudi Arabia لأن النص هذا هو ما سيظهر لديك هنا Discover Label لن يظهر هو الاسم البرمجي ما سيظهر هو هذا الجزء منه لإضافة عناصر على الشاشة من مجموعة لعاوت التخطيط أضف مكون Vertical Arrangement ترتيب العمودي إلى الشاشة في مكون أيضاً Vertical ترتيب العمودي نضبط خاصية Background Color لون الخلفية إلى Custom مخصص ونكتب القيمة المطلوبة فيه وأيضاً مكون Vertical Arrangement ترتيب العمودي نضبط خاصية هاية الارتفاع وخاصية الود كلاهما إلى تعبئة المساح تعبئة المساح إضافة عناصر للشاشة من مجموعة اليوزر انترفيس واجهة المستخدم نضيف مكون Label ونعيد تسميته إلى Title Label في مكون Title Label نضبط خاصية Background Color إلى None بدون والFont Size حجم الخط نضبطه إلى 18 ونضبط خاصية التكست إلى المسمك وأخيراً التكست كالر نضعه باللون الأبيض نضعه باللون الأبيض لإضافة مكون Image صورة من مجموعة اليوزر انترفيس أيضاً واجهة المستخدم تلاحظ المكونات تأخذها غلبة من اليوزر انترفيس نضيف مكون Image صورة إلى شاشة Screen 1 ونعيد تسميتها إلى Image صورة نلاحظ أسميتها هنا Image في المكون Image صورة نضبط خاصية Height الارتفاع إلى Phil Parent وأيضاً Width نفس الطريقة إلى تعبئة المساحة ونضبط خاصية Picture صورة إلى صورة قصر المسمك Picture المسمك Castle Beside بدأنا هنا صورة قصر المسمك بهذا الشكل نلاحظ أنه لا يمكن أن يتشابه اسم المكون مع تسميته لا يمكن أن تضع تسمية المكون بنفس الطريقة ولكن تسمية Image هنا تختلف عن المكون Image السبب أنه في المكون Image لدينا Eye Capital وفي Image لدينا Eye Small وهنا Case Sensitive يعني حساسية الأحرف يأخذ التطبيق حساسية الأحرف وحساسية حالة الأحرف تمهيد كيف تضيف القوائم لتطبيقك إضافة خريطة تفاعلية للتطبيق سيتمكن المستخدمون من تصفح خريطة تفاعلية تعرض الموقع الدقيق للمعلم من الشاشة الخاصة به وذلك ليتمكنوا من رؤية جميع معالم المدينة ستنشف البداية مجمعاً للزر الذي سيعرض الخريطة التفاعلية ثم ستضيف المكون مكون الترتيب الأفقي Horizontal Arrangement Component باستخدام مكون الترتيب الأفقي يتم ترتيب الكائنات أفقياً على طول المحور الأفقي ومحاذاتها رأسياً في الوسط إذا تم تعيين خاصية الارتفاع أو العرض إلى Automatic تلقائي سيتم تحديد الارتفاع الفعلي المكون حسب ارتفاع أطول كائن بداخله إذا كانت خاصية هاية الارتفاع لمكون الhorizontal Arrangement الترتيب الأفقي فارغة فسيكون الارتفاع 100 بمعنى إذا كانت فارغة سيضع القيمة 100 إذا تم تحديد خاصية هاية الارتفاع أو وذ لمكون الhorizontal Arrangement ترتيب الأفقي بواسطة في البلنط تابعة المساحة أو بيكسل فإن أي خاصية وذ عرض محددة بواسطة في البلنط تابعة المساحة ستشغل أيضاً أي مساحة لا تشغلها المكونات الأخرى لإضافة مكون الhorizontal Arrangement ترتيب الأفقي من مجموعة Layout التخطيط ارتفقنا تفتح Layout هنا سيكون مفتوح لديك اليوزر بعد أن نقوم بإضافة الصورة آخر مرة مجرد النقر على الليوزر سيغلق اليوزر انترفيس ويفتح لك الليوزر تأخذ منها الhorizontal Arrangement وتضيفه إلى الشاشة في مكون الhorizontal ترتيب الأفقي نضبط خاصية الBackground Color نضبط خاصية الBackground Color إلى بدون لاحظوا هنا None خاصية الBackground Color ونضبط خاصية الLine Horizontal اللي هي الLine محادات الLine Mint محادات الLine Horizontal محادات أفقية إلى Center 3 فالمنتصف لاحظ هنا الhorizontal Center 3 ونضبط خاصية الLine Vertical محادات العمودية إلى Bottom الأسفل 3 نلاحظ رقم ثلاثة ليس مطابق بين الhorizontal والVertical بين الأفقي والعمودي تتذكرون في الجزء العامي لما تحدثنا سابقاً عن الLine Horizontal والLine Vertical كانت في التوسيط 3 وVertical كانت توسيط 2 فتنتبه للتسميات مقابل الأرقام هنا نلاحظ لدينا هنا أخذنا الSenter ورقم الثلاثة وهنا ثلاثة أيضاً ولكن Bottom الأسفل وليس الSenter لأن الSenter في العمودية رقم الثنين لدينا Top Center Bottom في المحادات العمودية فتنتبه إلى الكلمات وليس إلى الأرقام الأرقام متطابقة ولكن الكلمات مختلفة نضبط خاصية هاية الإدفاع إلى تعبئة المساحة والوذي أيضاً إلى تعبئة المساحة بهذا الشكل لإضافة زر ماب إلى الخريطة من مجموعة يوزر انترفيس أيضاً نضيف المكون بوتن لاحظة دينا هنا نضيف المكون بوتن أو زر إلى الشاشة رقم واحد ونعيد تسميته إلى ماب بوتن كما قلنا نعيد تسميته بهذا الشكل نضبط خاصية الباك جراوند كالر لون الخلفية إلى نن بدون لاحظ لون الخلفية هنا بدون نمسح النص من حق التكست الموجود ونضبط خاصية مجسورة إلى أيقونة الخريطة أو ماب آيكون ماب آيكون أيقونة الخريطة أيضاً لإضافة مكون ماب الخريطة لدينا هنا مجموعة ماب الخرائط نلاحظ لدينا الآن فتحنا قائمة جديدة في السابق كنا نتعامل مع يوزر انترفيس ومع اللي آوت الآن نفتح الماب لدينا نقوم ب نحدد المكون ماب وضعه ضمن الـ Vertical Arrangement نقوم بوضعه بداخل نسحبه ولا نضعه مع الصورة في الأعلى في الأسفل فنقوم بوضعه ضمن الـ Vertical Arrangement ترتيب العمودي نلاحظ أنه أضيف هنا لدينا الماب ونضبط خاصية هايت الارتفاع وخاصية الويد إلى تعبئة المساحة نلاحظ لدينا هنا الـ Height والويد قمنا بوضع تعبئة المساحة نلغي أيضا خاصية Visible المرعي نلغيها العنوان ونضبط خاصية Zoom Level مستوى التكبير إلى الرقم 16 كم مستوى التكبير الموجود فيها عند تشغيل التطبيق النهاية على هاتفك المحمول يظهر مكون الخريطة في موقع المعلمة المحدد وستطيب في الدرس التالي لإحداثيات برمجيا بناء على هذا الموقع نؤكد على نقطة عزيزي الطالب في الأمور البرمجية إذا انتقلنا إن شاء الله إلى الأمور البرمجية عند التسمية في الـ Components هنا في التسمية في الـ Components تختلف عن التسمية في التكست هنا أو في النص في النص بإمكانك أنك تقول Visit مسافة سعودي إيريبيا سعودي مسافة إيريبيا وتضع مسافة ولكن هنا يجب أن تطبق مبادئ البرمجة بحيث إذا أردت أن تفصل كلمتين تضع أندرس كور بين الكلمتين لأنه لا يقبل في البرمجة هذا الاسم كاسم متغير مع الفراغ إذا وجد فراغ يتوقف ويعتبر أن الجزء الأول هو الاسم فقط فاحذر في التسمية هنا أن تكون مطابقة تماما للمطلوب نلاحظ هنا Discover Label لاحظ Discover وبينهم أندرس كور هذا Discover Label غيرنا هنا ووضعنا Discover مسافة سعودي إيريبيا أيضا لدينا في المصمك المسافة مصمك هنا اسمه Title أندرس كور لابل فنؤكد على النقطة هذه في عملية التسمية لأنها في البرمجة أي خطأ يحدث لن يقبل التعامل مع هذه الكائنات سؤال عزيزي الطالب ما هي الخريطة التفاعلية في هذا الدرس تحدثنا عن إضافة خريطة التفاعلية للتطبيق شكرا لكم على حسن المتابعة نلتقيكم في الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته